وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزياد من السعر الرسمية وأعلنت وزارة الداخلية ضبط 415 قضية تموينية بمضبطات بلغت قرابة 76 طن مواد غدائية وغير غدائية خلال 24 ساعة كما تم ضبط قرابة 49 طن مواد غدائية وغير غدائية في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة بالإضافة إلى ضبط قرابة 30 طن مواد غدائية وغير غدائية في مجال عدم الأعلان عن الأسعار بقصد البيع بأسعار من السعر الرسمية وأعلنت وزارة الداخلية ضبط 604 قضايا في مجال قضايا المخابز من بينها 170 قضية خبز ناقص الوزن و167 قضية خبز غير متابق للمواصفات فضلا عن ضبط 10 قضايا بمضبطات بلغت أكثر من 89 طن أقمح محلية في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلية